دكتور زياد شفت لك فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وانتم في حفلة من حفلات التخرج والحقيقة كان مشهد جميل جدا ان احنا نطلع نقدم للناس نموذج عملي بشكل فيه ضوابط شرعية وبنقول للناس بشكل عملي اهو ممكن نعمل حفلة من حفلات التخرج نهيس ونفرح وندخل السرور على اولياء الامور وعلى الطلبة في هذا اليوم المبارك دون ان نعصي الله عز وجل طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سعيد جدا موجود معاك وستزعون ربنا نفع بيك ودمت متألقا يا رب العالمين وبحي شيخنا الشيخ اسماعيل ربنا نفع بيك اكتب القبول يا رب وبحي مشاهدين قناة الرحمة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يملأ بيوتكم رحمة انه لي ذلك والقادر علي واسأل الله ان يبرك في هذه القناة والعاملين فيها وعلمائها انه لي ذلك والقادر علي طبعا يعني عايزين نحط كده آية كتأصيل للحلقة بتاعتنا كده لو سمحت لي تفضل ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن في آية جميلة جدا قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لله رب العالمين نعم ده لو مشينا في الحلقة بندندن بس حولين الآية دي الناس هتفهم احنا عايزين نوصل لإيه يعني بعض زيما حرارك تفضلت بعض ممكن يقول لك انت إيه اللي مانع اللي احنا نفرح بالطريقة دي أقول له اللي مانع إن المفروض حياتك تعيشها في رضا ربنا سبحانه وتعالى إنك قبل ما تعمل الحاجة دي تشوف الحاجة دي حلال ولا حرام المشكلة يا أستاذ عمر حرارك برضو تفضلت وقلت إن من عرفنا إن الناس الريفية أو الناس الصعيدة اللي هم مننا كل الاحترام هم متأصلين وعندهم العرف إن بناتهم ما تتكشفش بالطريقة دي فأصبح إن إحنا إحنا لا إحنا مش عاوزين ناس ترتبط بالعرفة أو العادة لا إحنا عاوزين نربط الناس بالدين نعم لإن قبل ما نعلم الإنسان الصح والغلط لازم ولا بد نعلمه الحلال والحرام يعني لازم عند أي شاب قبل ما تعلم الأب اللي بيربي ابنه قبل ما يربيه إنه ده صح وده غلط لا إحنا مش عاوزين كده يبينون إن هذا هو الأصل والمرجعية إن كل مرجعتنا هي الدين جميل جميل لكن يبينون حتى غير الملتزمين حلو من أهلنا في الأرياف أو أهلنا في الصعيد زي ما تفضلت عندهم برضو قيم وأخلاقيات على فهم أصدق وأصول تمنحهم عن ذلك أنت أصدق إن حتى لو أنت مش هتعملها دينا يا عم أنت عندك عرف سائد المشكلة بقى إن العرف ده أصبح بيهدم يعني النهاردة الفيديو بتاعها انتشر في حفلة التخرج طلعت بتقول إحنا على فكرة السيوت بتتطور ما عندكم عن الصعيدة آآ سبحان الله يعني ما عددتش بعد كده بقى أهل يبقى إعفلان عن نفسنا ومش عارك له كلام من ده مش واخدة بلا إن هي كده بتتعارض مع صريح الدين وصريح الإسلام ربنا سبحانه وتعالى إحنا زي برضو محضرك قلت إن إحنا بنقولش ما تفرحش لا افرح اعمل كل اللي أنت عاوزه عاوز تفرح اعمل عاوز تعمل حفلة التخرج عاوز اللي أنت عاوز تعمله وعمله لكن فيه شرط لازم تاخد بالك منه إنك تفرح في غير معصية الله مش عشان أنا عايز أفرح يبقى ده مسوغ ليك إن أنت ترتكب المعاصي ولا حوله والقوات إلا بالله فلازم الإنسان ياخد بالهم الأول تجربتكم بقى العملية كنتم مدعوين في حفلة من حفلات التخرج وإيه اللي أنت عملتم والله هم تواصلوا معنا على الخاص أنا والشيخ اسماعيل اللي ربنا يبارك فيه في بني سويف نعم فبصراحة هم بعتولي أنا الأول لا أخفيك سرا يعني بعتولي الأول فقالوا لي كذا كذا وحفل التخرج بصراحة أنا شفت الرسالة استحيت رد يعني بني سويف بعيدة قوي فأنا بقولي الكلام ده عشان أشكر أخونا اسماعيل ربنا يبارك فيه فهم لما منقوش رد فهم قالوا لي تعالوا وهات الشيخ اسماعيل فلقوا لي ما بردش فقاموا دخلين للشيخ اسماعيل قالوا له تعالوا وهات الدكتور زياد فالشيخ اسماعيل يكلمني قال لي بقولك إيه فحفل التخرج في بني سويف ما تجي ما تجي توقف يا سويف يا شيخ توقف يا سويف أربع ساعات رايح واربع ساعات جاي صعب قوي أهل يستعم بالله تبقى سومنا حسن أو مش عارف إيه هو اللي شجعنا جزاء الله خيرا فتوكلنا على الله وروحنا وبفضل الله إحنا فرحنا والشباب فرحهم وتخرجوا واستلموا شاهداتهم والأهل كانوا قاعدين مبسوطين وفرحانين بأهلهم وبعيالهم وبتخرجهم وبتفوقهم بدون أن ترتكب أي معصية جميل ما شاهده يعني حد كده حط كبشا على الصور بتاعتنا وقال هذا حفل لو رآه رسول الله لأحبه صلى الله عليه وسلم نحسب إن شاء الله إنه ما كانش فيه اختلاط زي اللي بنشوفه في الحفلات ما كانش فيه رأس ما كانش فيه أغاني ما كانش فيه مطربين مهر يعني النهاردة بقوا بجمهم مطربين صحيح صحيح ولا حاولوا القوات إلا بالله نعم أشكرك